السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبدالطيف سعيد من مدونات كريز انت في شرحي تاني معنا بإذن الله في شرحي جديد وان شاء الله النهاردة موضوعنا هيكون موضوع مميز للناس اللي هي عايزة تعرف الحق بمعنى أوضح تسيبك من الفاتي اللي احدى منشوفه في الوطن العربي ده ويقولك الحكاية الربح من عنات وكلام ده كله انا هقولك على المختصر المفيد وفعلا اللي هو اللي انت هتعرف ليه الأرباح وليلة بالنسبة ان احنا كعرب في جوجل ادسنس طبعا اكيد سألت نفسك وأجيت شفت فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب او مواقع او منتدياتك في العرب يقولك ان اليوتيوب او الجوجل ادسنس تسيبك تتطهد العرب عندنا الارباح وليلة جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا يغضى كفخري وكلام ده كله في المختصر المفيد هل فعلا جوجل تتطهد العرب كهم كعرب وعندهم هما كدول اجنبية او اوروبا او امريكا او يابان او كلام ده كله عندهم السعر عالي او عندهم سعر النقر عالي فعلا واحنا كعرب لا طيب لو جوجل فعلا ماتتطهدونا كتفتح الجوجل ادسنس ليه من الاساس يعني كعرب او في العرب او في مصر في اي دولة طيب السؤال ده احنا نجاوه عليه بكل بساطة بس في الاول انا يعني هجزاقها النقطة في البداية انت اكيد دورت وشفت يقولك ان جوجل ادسنس امريكي أفضل من العربي يبقى اول نقطة ايه الفرق بين جوجل ادسنس امريكي و جوجل ادسنس العربي جوجل ادسنس الامريكي لا يختلف عن العربي في شيء بس فقط هو امريكي وديه عربي ده امريكي وده مصري ده ياباني وده سعودي ده اماراتي وده هندي ايا كان الدولة فجوجل ادسنس الامريكي لا يختلف عن قرينه في شيء في جوجل ادسنس العربي او المصري او ايا كان طيب النقطة حكاية ان الارباح قليلة على جوجل ادسنس دي ايه هي او مش معنى كحنك عرب عندنا جوجل ادسنس قليلة دايما انت بتسمع ان جوجل متهد العرب بس ولا متهد العرب ولا شيء احنا عندنا بنخلف حول الملكية بنرفع فيديوهات تغير مشروع بناخد فيديوهات بتاعت الناس تانية ونرفعها بناخد فيديوهات اجنبية ونترجمها ونغيروا صوت ونرفعها بنحط مثلا البرامج مخالفة الحقوقية الملكية بناخد صور مخالفة الحقوقية الملكية وبعد كده نقول ليه جوجل افلت الحساب بتاعني ما هي تقفل حساب بتاعك عشان خاطر كده طيب تاني حاجة ليه الارباح قليلة احنا لن احنا قعرب وعالية في الاجانب ناخد الاول الاجانب الاجانب او الشركات الاجنبية اللي هي بتعلن على جوجل زكية جدا ليه لان هي عارفة مدام دفعت اكتر مدام هتاخد جود احسن وافضل لو انت جد دلوقتي دخلت على جوجل ادسينس او لو انت معك حساب جوجل ادسينس وجد دخلت على جوجل ادسينس هتعرف ان انت تقدر ان انت تتحكم في الاعلانات اللي هتظهر عندك على حسب السعر كمثال انا مثلا عندي على حسابي على جوجل ادسينس بقدر اخش واعرف ايه الفئة اللي بتدفع كويس وايه الفئة اللي لا بمعنى الفئة بتاعت الكمبيوتر مثلا بتدفع كويس طيب الفئة الخاصة بالادوات المنزلية والكلام ده كله بتدفع وحش الفئة الخاصة بالتجميل والمكياج والكلام ده بتدفع كويس الفئة الخاصة بالادوات المستعملة والكلام ده كله بتدفع وحش فعشان كده انا بقدر انغي الفئات دي الفئة اللي بتدفع وحش بقدر انغيها ويخلي الفئات اللي بتدفع عالي يعني أبنع ظهور الإعلان بالفئة الخاصة اللي هي عندي دي كمثال أدوات مستعملة وكلام ده كله بتدفع سعره إليه بقدر ألغيه تمام وحط الإعلانات اللي هي بتدفع سعر أعلى الأجانب بيشتغلوا كده طيب الشركات المعلنة اللي هي جزاية شركات الاتصالات الأجنبية TNT أو غيره من الشركات الثانية أو قنوات وكلام ده كله هل هم ماشيين بالاستراتيجية دي أكيد عارفين إن المستخدمين الأجانب أو الناس لمعهم موقع الأجانب بيعملوا الحركة دي عشان يقدروا هم يربحوا بشكل أفضل فعشان كده الشركات الأجنبية بتعمل إيه بتحط لك سعر كويس في الإعلان وعشان كده جوجل بتديك أرباحك كويسة بمعنى أكتر جوجل بتعتمد على الحالة الاقتصادية لكل بلد جوجل بتعتمد على الحالة الاقتصادية لكل بلد ليه لإن إحنا عندنا إحنا كمصري أنا عموما الجنيه وقع بمعنى الكلمة 1 دولار يساوي 20 جنيه أو 18 جنيه 1 دولار ممكن يجيب كيس سوداني في أمريكا 18 جنيه ومصري دول ما يجيبوهش أي حاجة هنا ليه لإن إحنا عندنا الجنيه تعوم طيب إما دام الجنيه تعوم إحنا عندنا الحالة الاقتصادية في البلد وقع تحت الأرض تحت خط الصفر فعشان كده إنت عندك ساعة ما إنت تيجي تعلم على جوجل جوجل بتبص للحال الاقتصادية الخاص ببلدك وسعر العملة الخاص ببلدك تمام؟ يعني إنت هتيجي تعلم عندك بالعملة المحلية الخاص ببلدك اللي هو جنيه المصري طبعا الجنيه واقع 1 جنيه يساوي 0.01 سنت يمعنى كده إن إنت هتيجي تعلم عندي البلاش طيب هعمل إيه؟ أروح أعمل لك أنا فئة محددة أو معنى صح فكرة أو جروب محدد أو فئة محددة نقدر من خلاله إن أنا أستفاد من عملة بتاعتك بأقل سعر عشان كده الشركات إحنا الشركات عندنا إحنا العرب بيبصلك إن هو بيعلم عنده بالعملة المحلية لأنها لا قيمة لها تمام؟ وبيسيب الدولار وبيحدد لك سعر النقرة أقل سعر لو أنت جيت لو أنت جيت في مرة كده حاولت إن أنت تخش تعمل إعلان على جوجل أو لو أنت جيت دخلت مرة حاولت تعمل إعلان على صفحة بتاعتك على الفيسبوك هتلاقي حاجة عندك اسمها الـ CBM أو اللي هو مرات الظهور أو سعر النقرة أنت بتقدر من خلال أنت تتحدد سعر النقرة لو واحد جاء مثلا شاف إعلانك دلوقتي على مثلا لو أنت جيت دخلت عليه بالشكل ده كده أنا ربحت النقرة اللي هو دخل علي بها تمام؟ جوجل بتاخد الأرباح بتاعتها من النقرة دي وبيدي تديك مصيبك طيب إحنا عندنا إحنا قعرب أو شركات العربية بتحاول إنها تاخد أفضل أداء بأقل سعر يعني هي هتروح تقول ده جوجل تمام؟ جوجل دلوقتي أنا أقدر أحط إن أنا سعر النقرة الخاص بإعلاني تمام؟ هيكون مثلا واحد سنت أو اتنين سنت أو عشرة سنت أي حد هيدخل على الموقع بتاعي أو أي حد هيدخل على اللينك ده عشان نخش على الموقع بتاعي أنا هتدي له عشرة سنت طبعا أرباح جوجل هتيجي من العشرة سنت بتوعك يعني هتاخد هي حوالي 6% اللي هم ستة سنت مثلا أو أربعة سنت وهتديك إنت الباقي يبقى أنت كده ربحت كام؟ فاصلة فاصلة صفرة فاصلة صفرة مش عارف كام سنت تمام؟ أو أقل من السنت كمام؟ تخيل بقى أنت عدد النقرات اللي بيجيلك مثلا في اليوم عشرة، عشرين، ثلاثين، مئة، مئة، مئتين فأنت الساعة بتيجي انت الكاميرا الواحد دولار هيبقى صعب جدا يبقى أنت بتعتمد على الحاجة اسمعها لعدد عدد الألف الظهور للمشاهدات أو عدد ألف المشاهدات للظهور الكلام ده اللي معنى أصحي أن انت بتربح من عدد الظهور في مدونتك طب عدد الظهور ده مثلا برضو بيعتمد على اللي هو تحديد سعر النقر أو تحديد سعر المشاهدة اه لو أنت حدد أو معنى أصحي لو أنت عامل إعلان بقيمة مئة دولار في أسبوع جوجل هتحسبها دي أو معنى أصحي تعمل عملية حسابية على أساس أن أنت الإعلان عندك وعلى إعلانات مواقع تانية وهي هتديك الفئة الخاصة بالنسبة للظهور عندك يعني أنا جالي ألف أو مثلا عشر تلاف زائر في اليوم تمام العشر تلاف زائر في اليوم دول أنا هقدر أربح من خلالهم الفئة اللي في الظهور يعني مثلا قالي جالي تمن تلاف مشاهدة لو تمن تلاف مشاهدة على الإعلانات بتاعتي وسعر المشاهدة عندي واحد دولار معنى كده أن أنا هربح كام معنى كده أن أنا هربح حوالي تمانية دولار بجانب أرباح جوجل هتطلها يعني ممكن تربح حوالي سبعة ستة خمسة دولار في الثمان تلاف مشاهدة أو أكتر من كده على حسب نوع بلدك وطبعا ساعات سعر المشاهدة بيبقى خمسة دولار فأنت ممكن تربح بأقل سعر أو بقى آسف معلش بقى أفضل سعر إحنا كعرب لا إحنا كعرب أو الشركات العربية بتيجي بتدفع بعملة بلدك أنت اللي هي لا قيمة لها عموما دلوقتي بجانب إنها بتحدد لك أقل سعر نقرة ممكن يكون واحد سنت أو عشرة سنت فأنت كده مش هتربح لاشي لأنها ما بتفكرش فيك أنت كناشر اللي أنت تحط إعلاناتك على الموقع اللي هي بتفكر فيها هي كمعلنين عايزين يقدروا يستفادوا بأعلى سعر أو عايزين يستفادوا بأقل سعر بأعلى قيمة تمام؟ عشان كده إحنا عندنا جوجل بتديني أرواح قليلة لأنه بيتحدد على الحال الاقتصادية الخاص ببلدنا إحنا تمام؟ يعني مدام الحال الاقتصادية بتاعتك أنت أو الحال الاقتصادية بتاعت بلدك أنت وقعها أكيد أنت مش هتربح شيء فعشان كده جوجل دايما بتخليك أنت تدفع بالعملة المحلية الخاص ببلدك لو أنت شركات عموما من لأنها انتها زي بمعنى الكلمة تمام؟ بمعنى صح بيعملوا إعلان بالعملة المحلية الخاص ببلدك أنت وبيسيبوا الدولار لأن عارفين الدولار قيمته بتتغير إن من عمل المحلية الخاص ببلدك لأ وبياخدوا أقل قيمة في العملة المحلية الخاص ببلدك وبيستهدفوا الفئة العربية تمام؟ وبيعلنوا فيها عشان كده أنت عندك دايما الأرباح بتيجي بسعر قليل جدا فمعنى كده أن جوجل مش متهضاء لأن إحنا عندنا الاقتصاد وبيض واع عشان كده جوجل ما بتدكش الأرباح الحقيقية معنى صح بتديك الأرباح الحقيقية إنه معنى للأسف مش في ادى يعني فلي مش أددك فلوس من جبه لا بتدك على حسب المعاننين والمعاننين اللي بيعلنوا تمام؟ فعشان كده إحنا عندنا الفئة بتاعتنا ضعيفة الحالة الاقتصادية ضاعة المعاننين أو الشركات انتهازية بشكل لا يوصف فعشان كده انت كاناشر او فتح موقع يعني معنى صح ضايع حقك بس في الاول وفي النهاية العيب مش عيب جوجل العيب عيب الدولة اللي انت عايش فيها اللي فيها السعر العملة ضايع بمعنى الكلمة تمام والشركات اللي بتضحك علينا وبتحط سعر الاعلان بقى اقل شكل ممكن تمام هي دي الفكرة وهي دي السبب وهو دي السبب ليه؟ لان جوجل بتدي سعر اقليل جدا العرب عكس الاجانب الاجانب يعني وزي ما انا قلت شركات الاجانب بتديك سعر عالي جدا تمام بجانب المشاهدات وبجانب العملة المحلية الخاصة بيهم والاقتصاد فعشان كده ده كويس تمام انما احنا كعرب انتهزين فعشان كده احنا ما بنربحش شيء لان لو انت عايز تربح يفضل ان انت تعمل موقع بمحتوى اجنبي وتشتغل عليه انما المحتوى العربي زي حالاتي كده او زي اي معوقع كتير ما بتربحش بشكل كويس ده السبب ان ارباح جوجل اجسنس قليلة عكس المحتوى الاجنبي انا اسف انه كنت قلت في الفيديو لكن ما انتو عارفين بحب اشعر حاجب التفصيل وعريت يكون الفيديو ده ناس فهمت ليه بس مش هادروا لهاي حاجة تاني لو في اي سؤال او اي شيء سيب تعليق تحت الفيديو او يفضل انت تسيب تعليق جوة الموضوع وان شاء الله هادر حلالك المشكلة لو محتاج اي مساعدة اي شيء تقدر تخش على موقع التواصل المساعدات او فئة التواصل المساعدات هتسيب تعليق جوة وان شاء الله هادر رد عليك وحلالك جميع المشاكل اللي بتواجهك او اي سؤال انت عايزه ان شاء الله هادر رد عليك في اسرع وقت شكرا لكم وانتساقش تعمل لايك في الفيديو بجال انتساقش تعمل ستسكراب للقناة وكل مشكلة لكم جدا وشكرا لكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته